شهد محافظة المهرة محمد علي ياسر الحفل الخطابي والفني بمناسبة تتشين وافتتاح جامعة المهرة بحضور رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كليشات وأشار المحافظ بن ياسر في كلمته لأن افتتاح جامعة المهرة يعد إنجازا كبيرا لكافة بناء المهرة ويأتي بعد إقبال الكثير من الطلاب على التحصيل العلمي والأكاديمي في كافة المجالات والتخصصات متمن جهود رئيسة جامعة حضراموت ودورهم الفعال في عملية تأسيس الجامعة ورفضهم بالخبرات والكفاءة الأكاديمية وأوجه المحافظ بن ياسر كافة قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والشيوخ وكافة بناء المهرة إلى الحفاظ على الأمر والاستقرار وأن يكونوا حريصين على المحافظة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى الدكتور أنور رئيس الجامعة والأخوة الهيث دريس والأخوة في الجامعة وكل فئات المجتمع في المهرة على هذا اليوم المجيد ونتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله والسلطة المحلية في المحافظة ستكون عونا لهم بإذن الله تعالى نحن اليوم نحتفل في هذا المكان بمناسبة تدشين جامعة المهرة هذا الصرح الأكاديمي الذي تحقق بقرار من فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فنوجه لها شكر وامتنانة بناء محافظة المهرة وأيضا دولة الدكتور معين عبد المريك رئيس مجلس الوزراء ونطلب من الحكومة أن تسرع بعملية دعم الجامعة واعتماد موازناتها ومشاريع البنية التحتية للجامعة اشتركوا في القناة